في شهر أكتوبر رح تتنافس الشركات على وقتك بإصدار عدة ألعاب من الوزن الثقيل تعالوا نشوف سوا أبرز هذه الألعاب نفتتح الشهر بلعبة السيارات التي الشعبية الكبيرة فورزا هوراجين فور واللي رح تنزل يوم 2 أكتوبر على الإكس بوكس والبي سي يوم 2 أكتوبر مع شوق الجماهير ميجامان يرجع لنا بجزء جديد وتحدي جديد على جميع الأجهزة المنزلية والبي سي كمان في نفس اليوم مطول لعبة ياكوزا رح ينزل لعبة Fist of the North Star Lost Paradise ورح تكون بقصة جديدة بالكامل اللعبة فيها بعض الشخصيات المألوفة من السلسلة الأصلية وكمان شخصيات صممها كاتما المانجا حصريا للعبة اللعبة رح تنزل على بلاي سيشن فور والبي سي واحدة من أكثر ألعاب الجماعية شهرة ومحبة تنزل على السويش باسم سوبر ماريو بارتي في يوم 5 أكتوبر بأطوار وألعاب ممتعة جديدة يوم 5 أكتوبر سلسلة المصارعة WWE تعود بجزء جديد بجميع الأطوار المعروفة وبحضور مجموعة كبيرة من أساطير المصارعة على البي سي والبلاي ستيشن والإكس بوكس Assassin's Creed تعود بلعبة Odyssey ومغامرة في العصر الأغريقي على البي سي والبلاي ستيشن والإكس بوكس ترقبوا مراجعتنا للعبة قريبا على قناة كشكول لعبة الرعبة الشهيرة هوم سويت هوم صدرت على جهاز البي سي قبل سنة تقريبا وتعود لنا الآن على أجهزة المنزلية وهدف اللعبة هو التخبي من الشبح الشرير اللي يهدف أن يطعم عادتك وعليك حل الألغاز عن طريق جمعا وذكرات رح تصدر في 9 أكتوبر على البلاي ستيشن والإكس بوكس المغامرة المجهولة والعزلة القاتلة والموسيقى الغريبة هي عوامل قليلة في لعبة The Occupation وهي لعبة من نوع المنظور الشخص الأول رح تنزل يوم 9 أكتوبر على البي سي والإكس بوكس والبلاي ستيشن تبغى تسبح مع الأسماك وتلعب مع القرود وتقاتل الدبابة والأسود لعبة الأكشن والمغامرات Stranded Deep رح تعطيك كل هذه وأكثر في يوم 9 أكتوبر على البي سي والإكس بوكس والبلاي ستيشن جائزة أطول اسم في قائمتنا اليوم تروح للعبة The Missing JJ McField and the Island of Memories لعبة غريبة غامضة تبحث فيها عن حل للي قاعد يصير حولك مع عوامل أكشن وقتال تصدر يوم 11 أكتوبر على جميع الأجهزة المنزلية والبي سي Call of Duty Black Opus 4 لعبة غنية عن التعريف ترجع لنا بعنوان جريء خالي من طور القصة وإضافة طور البات الرويال باسم Black Out تصدر يوم 11 أكتوبر على البي سي والإكس بوكس والبلاي ستيشن Starlink Battle for Atlas لعبة أكشن مغامرة تدور حول بناء سفينة فضائية حربية وإطلاقها نحو الفضاء الواسع لمغامر بطولية جميلة اللعبة من تطوير يوبي سوفت وتصدر يوم 16 أكتوبر على منصات الأجهزة المنزلية جميعها Resonance of Fate 4K HD Edition نسخة محسنة من نفس لعبة الـ RPG اللي نزلت في عام 2010 وراح تصدر يوم 18 أكتوبر على بلاي ستيشن والبي سي Soul Calibur 4 أحد أكبر أسماء ألعاب القتال تعود لنا من جديد يوم 19 أكتوبر على الإكس بوكس والبي سي والبلاي ستيشن ترقبوا مراجعتنا قريبا للعبة على قناتنا في كشكل ألعاب جلد الذات Dark Souls تلاقي طريقها لمنصة النيتندو سويش بجزء الأول يوم 19 أكتوبر Red Dead Redemption 2 أكثر لعبة منتظرة هذه السنة من تطوير روكستار أخيرا راح تنزل يوم 19 أكتوبر على بلاي ستيشن 4 والإكس بوكس اللعبة المقتبسة من أكثر أنمي شعبية حاليا My Hero Academia Once Justice لعبة قتالات لا نهائية مع شوية غرابة راح تصدر يوم 26 أكتوبر على جميع المنصات المنزلية والحاسب الشخصي وآخر شي عندنا اليوم Death Mark رواية مرئية قبل اللعب غامضة وكئيبة بطابع مغامرات راح تصدر يوم 31 أكتوبر على منصة الفيتا والسويش والبلاي ستيشن أشاق الفيتا انبسطوا أخيرا في لعبة لكم أعطونا في التعليقات أكثر لعبة متحمسين لها ولا تستعطونا لايك وسبسكرايب ونشوكم في فيديو ثاني على ألف ألف خير